اشتركوا في القناة وقد حرصت الوزارة على إطلاع وزيرة الداخلية البريطانية على أنجح المبادرات والبرامج والخدمات الأمنية المتميزة في مجال العمل الشرطي ومنها تلك التي تؤديها مديرية شرطة المحرق من خلال مكتب حماية الأسرة والمواصفات التي يتمتع بها والحالات التي يتم التعامل معها في إطار الحرص على تأمين سلامة المرأة والطفل بالإضافة إلى تجربة المديرية في البرامج والمبارسات الجيدة التي تقدمها شرطة خدمة المجتمع مع الإشارة إلى أن هذه التجارب جار تعميمها على بقية المديريات الأمنية في المحافظات منوهين إلى أن العلاقات الثنائية التي تجمع مملكة البحرين والمملكة المتحدة علاقات تاريخية تمتد لما يزيد على 200 عام وقائمة على الوضوح والشفافية مشيرين إلى أن الاستقرار الإقليمي يتطلب مواصلة التعاون عن كثب في الأمن المشترك ومكافحة الإرهاب والعمل بشكل وثيق مع هيئة إنفاذ القانون في المملكة المتحدة في سعي المشترك لتحقيق أمن وسلامة وازدهار الشعبين وتؤكد وزارة الداخلية أن ما نشرته قناة الجزيرة القطرية من الدعاءات حول هذه الزيارة لا أساس لها من الصحة معربة عن استغرابها من هذه الحملة الإعلامية المضللة التي زادت حدة في الآوينة الأخيرة وتستهدف المساس بالسمعة الحقوقية لمملكة البحرين وإنجازاتها والإساءة للعلاقات المتميزة مع المملكة المتحدة متسائلة عن الأسباب الحقيقية من وراء ذلك ترجمة نانسي قنقر